النوع الثاني من أنواع الوصايا في عصر صدر الإسلام هي الوصايا الاجتماعية من كلمة اجتماعية يعني بتعالج قضايا مجتمعية قضايا الإنسان بشكل عام أبرز الوصايا التي قدمت في عصر صدر الإسلام وصية عطبة بن أبي سفيان لابنه عمر عندما بلغ عمره الخامس عشر طبعا تعرفوا هذا العمر هو مرحلة المراهق اللي بيحتاج فيها الطفل أو الشاب المراهق لماذا؟ لمجموعة من النصائح فقدم نصائح لابنه رح نستمع أنا وياكم لهذه النصائح لكن أريد أن أخبركم عن مضامينها بشكل عام المضمون الذي تناولتها هذه الوصية هي أنه يحث ابنه على الأخلاق وأنه يبتعد عن رفاق السوق خاصة في هذه المرحلة العمرية ويكتفي بالعزلة عن كل الناس السيئين ويكتفي بنفسه يكون رفيق نفسه عن هؤلاء الناس أيضا أنه ما يستمع لكلام المنافقين اللي بيمدحوا لأنه ممكن مثل ما مدحوا في وجهه خلفه أنهم يذموا فبالتالي هو يشجع ابنه على أن يكون عنده رأي واستقلالية خاصة به رح نستمع أنا وياكم لهذه الوصية وبعد ذلك نعلق على المضامين العامة التي تناولتها الوصية يا بني قد تقطعت عنك شرائع الصبا فالزم الحياء تكن من أهله ولا تزايله فتبين منه ولا يغرنك من اغتر بالله فيك فمدحك بما تعلم خلافه من نفسك فإنه من قال فيك الخير ما لم يعلم إذا رضي قال فيك الشر مثله إذا سخط فاستأنس بالوحدة من جلساء السوء تسلم من غب عواقبهم بعد ما سمعنا للوسيطين السياسية والاجتماعية أتوقع أنه لاحظتم مع بعض في خصائص معينة ميزت هذه الوصايا أبرزها التكثيف والإجاز هي تناولت موضوع عميق مكثف لكنها أوجزت فيه تحدثت عنه بفقرة صغيرة أما الخاصية الثانية فهي تناول اللغة البسيطة والمستوى الرفيع والذوق الأدبي العربي المعروف في البلاغته أما الخاصية الثالثة فهي معالجة واقع الحياة الإنسانية يعني كانت تتحدث عن مشاكل بعيشها معظم الناس فهي ما اقتصرت على الجانب الديني أو مواضيع دينية لا عالجت قضايا عامة أي إنسان ممكن يواجهها ممكن يسألنا سائل ويحكي لنا طيب شو الفرق بين الخطابة والوصايا إذا لاحظتم معي إنه الوصايا بتكون موجهة لفئة محددة من شخص لشخص أو من شخص لمجموعة محددة أما الخطابة بتكون موجهة لعموم الناس بتكون عامة وجماهيرها أكبر هذا الجانب الأول أما في الجانب الثالث الثاني لاحظنا بإنه الوصايا بتميل للهدوء والعقلانية هي بتقدم مجموعة من الوصايا حفاظا على ماذا؟ حفاظا على الآخرين تجنب وقوعهم في الأخطاء تقديم تجربة إنسانية لهذا الشخص لكي يتجاوز الأخطاء فيها أما الخطابة لاحظنا بإنها بتستميل عواطف الجماهير فبتستخدم أساليب لغوية فيها عواطف بتأدي لأن العقل البشري اللي بيسمعهم ينجد تلقائيا لما يتحدثون إليه بسبب جماليات اللغة فيها هذا أبرز ما يميز الوصايا والخطابة في العصر صدر الإسلام في المرات القادمة سوف ندخل إلى محطة جديدة وعصر جديد هو العصر الأموي وما هو أبرز ميزات هذا العصر في الشعر والأدب تحديدا